في بداية تشغيلك لبرنامج السعب والآن دا نستخدم نسخة 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 64 طبعا الذي يقلك هنا انتظرت معنى انه الآن انت ما فاتح اي مشروع او ما عامل اي مشروع وبالتالي راح تكون كل شي عندك غير مفعل سواء كانت عندك القوائم او عندك اشرطة الادوات العمودية و اشرطة الادوات الوفقية عدى ثلاث قوائب القائمة فايل اللي انشاء مشروع جديد او فتح مشروع والقائمة الخاصة في التولز لعرض الاضافات او القيام بعملية تعديلها وايضا عدنا القائمة الخاصة في طلاب المساعدة خلينا نقوم بانشاء موندل جديد اذهب الى فايل واقل الى نيو مودل او اضغط على كنترول زاعدا ان كاختصارة لهذه العملية الان في الصفحة الخاصة في الموديل اذا قم بضبط اعدادات الموديل الخاص فيه اول شي اقوم باختيار اليونيتس وتلاحظ انه يوفر لك بعض الديفولت يونيتس المستخدمة ويلي تحتمد على قوة مسافة درجة حرارة والان انا ابدي اختار كيلينيو تيليامتر الى سيليزي وتبدي تختار الديفولت ماتيريالز المستخدمة يوفر لك هذه البلدان اللي انت تلاحظه امامك انا طبعا بشكل افتراض لا ابدي اخذ هنا عندك يمكن تعطي اكثر ومعلومات اكثر عن الموديل لاحظ هذه الحقول اللي موجودة يمكن تقوم باعطاء الدياتا الخاصة فيها الضغط على اوكي العملية حفظها الان في الاسفل هذه عبارة عن عبارة عن تيمبلت تسهل عليك العمل وتقتصر عليك العمل وبدلا ان تقوم كل هذه الاعمال بشكل يدوي رح يبدي يولدها لك بناء على التيمبلت اللي موفرة عندك ولاحظ معايا التيمبلت اللي موفرة عندي عندي هنا انا مشروع فارغ مشروع يحتمد على نمط الشبكة بيم هنا عندك 2D Truss 3D Truss 2D Frames 3D Frames الولز الحوارض عندنا ثلاث سلاث عندنا الشيلز عندنا السيركيس السلالة عندنا الستوريج ستركتشر عندنا الاندرغران الكونكريد صالد موديل ثم عندك البايبيك اذن هذه عبارة عن مثل ما قلنا تيمبلت لما تبدي بالاختيارها تعطيها الداة الخاصة فيها ثم مع ذلك على اساس رح يبدي انشاء لك البروجيكت الخاص فيك الان طبعا احنا حتى نبدي بشرح اساسيات البرنامج رح نبدي بانشاء 3D Truss اوكي نقوم بانشاء مبديا الان 3D Truss اضغط على 3D Truss ثم مع ذلك طبعا ما رد نتطرق لهذه الامور فقط انه نقوم بانشاء التيمبلت يعني على اساسها نقوم بشرح الامور الاساسية الخاصة في البرنامج هنا في نوع 3D Truss رح يبدي اختار النوع التاور الاول اوكي وما ابدي اعطيه اي شيء ولا اخوض باي تفاصيل مجرد اختاره وابدي اضغط على اوكي هذا فقط اللي احتاجه حاليا وانتظر من عنده رح يبدي يقوم بتوليد وتوليد الموديل بناء على التيمبلت اللي انت اختارت طبعا ما رح ندخل فيه تفاصيل واجهة المستخدم وكافة هذه الامور في الدرس القادم لكن الان نقوم بحفظ المشروع لماذا نقوم بحفظ المشروع لان البرنامج يمكن يحدث بي بعض المشاكل اذا ما قمت بحفظه فاذهب هنا على فايل ثم اعمل بالنسبة للبروجيكت مالتي وطبعا من الضروري ان تقوم بحفظ المشروع داخل فولدر لماذا؟ لان اثناء عملية التحليل والتصميم رح يبدي يولد لك مجموعة من الملفات الثانوية الخاصة في عملية التحليل والتصميم انت تحتاج الى حفظ المشاريع الخاصة في شركة برامج الشركة السياسية بشكل عام على شكل فولدر اذا نقوم بانشاء فولدر جديد new فولدر ونعطيه عبارة عن sub 2000 project ثم مع ذلك اقوم باختياره قل له open واعطي اسم الى يكون مثلا عبارة عن model one ثم مع ذلك save وطبعنا تحاشى عملية تسمية المشروع في اللغة العربية البرامج غير دعمة للغة العربية كليا موسيقى